نتائج مباريات الجولة الأولى من تصفيات أسيا للشباب الصين 2025 ترتيب المجموعات من 1 حتى 5 بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى أيضا موعد الجولة الثانية كل التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله متابعة مستمرة لتصفيات كأس أسيا للشباب الصين 2025 10 مجموعات 5 مجموعات كل مجموعة فيها 5 منتخبات من 1 حتى 5 ومن المجموعة السادسة حتى المجموعة العشرة 4 منتخبات في كل مجموعة لعبنا النهاردة 10 مباريات 20 منتخب بيبدأوا في المجموعات من 1 حتى 5 الجولة الأولى المجموعة الأولى اللي بتضم فيتنام والسوريا وبنجلدش وغوام وبوتان لعبنا في هذه الجولة وهذه المجموعة مباراتين غوام وبوتان بيتعادلوا 1 مقابل 1 ومنتخب سوريا يفوز بنتيجة كبيرة على منتخب بنجلدش 4 مقابل لشيد لأصبح ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة الأولى سوريا في الصدارة 3 نقاط غوام نقطة 1 وبوتان نقطة 1 وبنجلدش 0 من النقاط الجولة الثانية إن شاء الله يوم الأسنين 23 9 2024 23 سبتمبر عندنا مباراتين غوام ضد بنجلدش وبوتان ضد فيتنام ومنتخب سوريا هيكون راحة الجولة القادمة بالنسبة للمجموعة الثانية اللي بتضم البحرين وكمبوديا ونيبال وطيوان وأوزباكستان لعبنا أيضا مباراتين منتخب نيبال بيهزم من كمبوديا كمبوديا بتفوز على نيبال 4 مقابل 1 والبحرين بيفوز على طيوان 1 مقابل شي لأصبح ترتيب المجموعة الثانية كمبوديا 3 نقاط البحرين 3 نقاط نيبال وطيوان 0 من النقاط الجولة الثانية إن شاء الله يوم الأسنين 23 9 23 سبتمبر عندنا كمبوديا ضد أوزباكستان ونيبال ضد طيوان ومنتخب البحرين هيكون راحة هيكون باي المجموعة الثالثة اللي بتضم لبنان والإمارات وكوريا الجنوبية والكويت وجزر مريانا الشمالية لعبنا مباراتين في هذه المجموعة الإمارات ضد لبنان 3 مقابل 2 لصالح منتخب الإمارات والكويت بتفوز على جزر مريانا بنتيجة كبيرة في نهاية المباراة كانت النتيجة الستة مقابل لشي لوصبح الترتيب الكويت 3 نقاط الإمارات 3 نقاط جزر مريانا ولبنان 0 من النقاط الجولة الثانية إن شاء الله يوم الاثنين 23 تسعة الإمارات ضد جزر مريانا والكويت ضد كوريا الجنوبية بالنسبة للمجموعة الرابعة اللي بتضم السعودية واستراليا وأفغانستان وميكاو وفلسطين لعبنا النهاردة مباراتين أفغانستان بتفوز على ميكاو واحد مقابل لشي والسعودية بتفوز على فلسطين واحد مقابل لشي لوصبح الترتيب السعودية 3 نقاط أفغانستان 3 نقاط فلسطين وميكاو بدون نقاط الجولة الثانية إن شاء الله يوم الاثنين 23 تسعة فلسطين ضد ميكاو واستراليا ضد أفغانستان ومنتخب السعودية هيكون راحة هيكون باي المجموعة الخمسة اللي بتضم عمان وتجاكستان وسريلانكا وكوريا الشمالية وماليزيا لعبنا مباراتين منتخب ماليزيا بيفوز 2-1 على منتخب عمان ومنتخب كوريا الشمالية بيفوز على السريلانكا أربعة مقابل لشي لوصبح الترتيب كوريا الشمالية 3 نقاط ماليزيا 3 نقاط وسريلانكا وعمان بدون نقاط الجولة الثانية ان شاء الله يوم الاثنين 23 تسعة كوريا ضد ماليزيا وسريلانكا ضد تاجكستان ده بالنسبة للخمس مجموعات من واحد وحتى خمسة لعبوا اولى المباريات واولى الجولات طبعا متبقي جولة ايضا للخمس مجموعات بعد كده هنبدأ على طول من الجولة التالتة مباريات المجموعات كلها مع بعض يعني المجموعة السادسة والسبعة والتمانية والتسعة وعشرة هيبدأوا بداية من المجموعة بداية من الجولة التالتة ان شاء الله اولى الجولات المجموعة السادسة اللي فيها اندونيسيا واليمن وطيمور الشرقية والملظيف وتتلعب مبارياتها في اندونيسيا المجموعة رقم سبعة اللي فيها لاوس وإيران ومنغوليا والهند واللي هتتلعب مبارياتها في لاوس المجموعة رقم تمانية اللي فيها الطايلاند والعراق والفلبين وبروناي دار السلام وهتتلعب مبارياتها في طايلاند المجموعة رقم 9 اللي فيها كرغستان واليابان ومينمار وتركمانستان وهتتلعب مبارياتها في كرغستان والمجموعة رقم 10 والأخيرة اللي فيها قطر والأردن والسنغافورة وهونجو كونجو وهتلعب مبارياتها في قطر ده بالنسبة لوضع التصفيات الأسيوية للشباب زي ما احنا عارفين 10 مجموعات هيتأهل العشرة المتصدرين للمجموعات العشرة إلى كأس أسيا الصين 2025 بالإضافة إلى أفضل خمس منتخبات متواجدين في المركز الثاني يبقى معانا 15 بالإضافة إلى المستضيف الصين يبقى 16 منتخب دول اللي هيلعبه كأس أسيا للشباب الصين 2025 ومن كأس أسيا للشباب في الصين هيتأهل أربع منتخبات إلى كأس العالم للشباب إن شاء الله في تشيلي بالنسبة لطبعا المركز الخامس في المجموعات الأولى من 1 وحتى 5 هيحزف النتائج بتاعته بعد انتهاء المباريات حتى تتساوى كل المجموعات بأربع منتخبات وبالتالي يكون هناك تكافؤ فرص وتكافؤ عدد المباريات بشكركم جدا على المتابعة من فضلكم لايك للفيديو اشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته